السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازايكم يا حبايبي? طبعا شربة العدسة او فتة العدسة في الشتاء مش ممكن نستغنعنا. ولمون بقى وبصل اخدر وعش متحمص. وحتة زبدة كده تدوب في سخونية العدسة. لا 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 الموضوع كبير. هنعملو مع بعض بكل سهولة. خليكم معايا. هنعوز نص كيلو عدسة اصفر. مخصول كويس جدا. وبطط صايا وبصلايا واتنين طماطم. وجزر وتوم. كلها حاجات سليمة زي ما انتوا شايفين. فحلة على النار وفيها مية سخنة. هننزل بالعدس المخصول كويس جدا. مش هنحط حاجة معاه في الاول. هنسيب العدس لوحده. ياخد غلوة. وفيه تركة حلوة اوي هقول لكم عليها. هي هتفرق في طعم العدس جدا. شايفين الرغوة اللي طلعت على وش الحلة دي? لازم نشيلها قبل ما نحط باقي المكونات. اي بوكوليات بيكون فيها غازات بتعمل انتفاخات في المعدة وبتعمل وبتتعب القولون للناس اللي معدتها حساسة. فافضل حاجة اي بوكوليات لازم ننقحها ونغير ميتها. وان ما نيجي نسويها لازم ناخد الوش الريم اللي انتو شفتوه ده. خلاص شلنا الوش ده. هننزل بالبصل بقى. والبطاطس. كل الحاجات سليمة متقطعة بس اربعة اربعة مش اكتر. واجزر. وحوالي سبعة تمن فصوص طوم. وهنحط طماطميتين صغيرين او واحدة كبيرة. انا مزودة الجزر عشان بيدي لون حلو قوي والطماطم بتدي لون حلو قوي. مش هنحط بابريكا مش هنحط كوركم مش هنحط الحاجات الالوان الطبيعية دي اللي بتبقى من الاعشاب. لانه احنا عندنا خضار جميل جدا هيدينا لون تحفة وطعم روعة. ننقص شوية من المية لانه المية جات كتيرة وممكن تفور على الوطجاز وتبوز الدنيا. هنسيب الخليط ده كله يستوي ونرجع له تاني. ايدي طبعا الدنيا ببهدلة خالص والحلة كلها ترتش عليها العدس وهو بيستوي بس كل حاجة استويت وبقت تمام. هننقل كل حاجة في الخلاط. كل الخضار بالعدس بالمية بالبصل بالتوم بكل الحاجات السليمة. هنحطها في الخلاط ونطحنها كويس جدا. لو عندك هند بلندر هتطحنها في نفس الحلة. انا مسكت الحلة غسلتها وحطيت فيها العدس بعد ما ضربناه في الخلاط. احنا لسه ما حطناش اي بهارات ولا ملح ليه. في المرحلة دي بقى هنملحه. الشربة لونها تحفة الجزر والطماطم الدين هلون روعة. هنحط الملح ونحط الكمون وشعرة شطة. انا ما بحبش اكتر اي حاجة اكتر من كده لانه هو اصلا العدس طعمه حلو قوي مع كل الخضار اللي موجود فيه. عايز اقولكو طبق العدس ده قيمة غزائية يعني بصراحة مفيش بعد كده. في الجزر في بطاطس في بصل في طوم في كل حاجة. في حلة تانية بقى على النار دي التركة بقى الجميلة جدا اللي هتفرق في طعم العدس. هنحط شوية زيت دورة آآ في حلة لوحدها على النار. ونحط فيها بصلاية صغيرة كده متقطع صغير او مبشورة. هنحمر البصلة نصف تحميرة لغاية ما لونها هيكون فاتح. يعني مش هنغمقها في الاول. هنحمرها بس تاخد كده تشويحها حلوة. تمام ابتدت تشوح هي. هننزل بكوباية آآ شعرية. كوباية شعرية بس. انا مش بحب قطر الشعرية بحب العدس يكون هو اللي باين اكتر. هنحمر بقى البصل مع الشعرية نكمل تحميرة البصلة عشان يبقى لونها احمر وحلو. ونحمر في نفس الوقت معيها الشعرية اللي هنحطها على العدس. انا لسه بحمر فيها ومع التقليب المستمر علشان البصلة ما تتحرقش وعشان العدس الشعرية كمان ما تتحرقش. تمام خدت اللون الدهبي الجميل البصل والشعرية مع بعض في نفس الوقت. بس انا هسوي هنا بقى في نفس الحلة الشعرية. ليه بقى? لو حطيت الشعرية على العدس. العدس طبعا تقيل. الشعرية هتنزل في اعلى الحلة وهتتحرق وهتلزق ومش هتستوي. يا اما هتضطر تخفيفي الشربة. فانا بصراحة مش عايزة اخفف الشربة. انا هسوي العدس الشعرية في الحلة الصغيرة دي. وهحطها مستوية جاهزة على شربة العدس. بصوا العدس بتاعنا تحفة. مش عايزين نلعب فيه ولا نحط فيه اي حاجة. وهي دي الشعرية بتاعتنا استويت. وبقت جميلة. هي والبصل هننزل بيها على العدس. واسيب العدس على النار. يعني غلوة واحدة. وانا وقفة كده وبقلبه بالكبشة. هسيبه غلوة واحدة. مش مش هسيبه بقى يسوي الشعرية الشعرية. الريدي بستوية. هنقلب كده ورجة وجاز والح برضو. النار لو عالية وسبتيها او خرجتي في اي مكان هتلاقي. اعري الحلة اتحرق. وغير طعم العدس. والدنيا بغزت خالص. بقت خطيرة. وغرفناها. وحطينا حتة زبدة كده في النص طبعا هتسيح والدوب في الشربة. ورشة شطة كده. واللي بيحب اللمون هيعصر اللمون وبصر اغطر.